السلام عليكم سعيدة بلقائكم مرة اخرى في فيديو جديد من خلال الفيديو اليوم سنتطرق لانشطة التوليف والتقويم والدعم دعم الوحدة الرابعة محور الماء والطبيعة المرجع الجديد في النشاط العلمي للمستوى الاول في طبعته الجديد طبعة 2021 اذا نبدأ على بركتي الله اصل بسهم قطرة الماء بالماء الصالح للشرب اذا قطرة الماء اذا ماء الصنبور ماء صالح للشرب مياه البحر مياه مالحه غير صالحه للشرب اذا مياه الشلال صالحه للشرب رغم انها غير معالجه ولكنها تكون صالحه للشرب اذا والمياه التي لاحظوا معي المصنع يعني يصب يعني يصب عوادمه في النهر اذا مياه غير صالحه للشرب اذا المياه الصالحه للشرب فقط الصنبور والشلال اضع علامات تحتى الاشياء والحيوانات التي تحتاجوا الى الماء اذا الات الغسيل تحتاج الى الماء لغسل الملابس الضبطغاء الضبطغاء اذا توقفنا عن سقيها ستدبله وتموت ارتب الفصول الاربعه اذا ارتب الفصول الاربعه اذا ارتب الفصول الاربعه ثم الصيف ثم الخريف اذا الشتاء الربيع الصيف الخريف ارتب الفصول الاربعه اخضر ماء يحافظ على الماء ولون اذن غسل الملابس بهذه الطريقة غسل الملابس بهذه الطريقة يعني بالانية يحافظ على الماء اذا اللون الاخضر غسل السيارة بالخرطوم غسل السيارة بالخرطوم يبدر الماء اذا اللون الازرق السقي بتقنية التنقيط تحافظ على الماء وهي طريقة ترشيدية لاستعمال الماء يستعملها الفلاحون وهي من الطرق الحديثة اذا لاحظوا معي في الصورة الاخيرة الطفل يقوم بعملية الوضوء والصنبور مفتوحا اخير اذا هذه يدل على تبدير الماء تبدير الماء اكتبوا في مكاني المناسب نخلة عشب طحالب اذا لاحظوا معي في الصحراء هذه الشجرة عبارة عن نخلة نخلة اذا الصورة الثانية الطحالب تنمو في الماء اذا طحالب الصورة الثالثة صورة لعشب طحالب اذا نخلة طحالب عشب اصلوا ثمارة بشجارتها اذا ثمار بشجارتها اذا النخلة تعطينا التمر عندي تين الموز التمر عندي الهندية او التين الشوكي تين الشوكي اذا النخلة تعطينا التمر الصبار يعطينا التين الشوكي او الهندية هذه الشجرة تعطينا الموز وهذه كرمة التين اذا التين الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية فيديو اليوم اضرب لكم موعدة في فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع مع السلامة حقا